لأسباب كثيرة جدا 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 يعني بتكتسب مباراة السوبر اللي جاء دي أهمية كبيرة يعني يمكن بطولة السوبر في حد ذاتها آه طبعا نفرح لما نكسبها لكن ما هيش بطولة مفضلة يعني الجمهور اللي تعود دايما على أنه ياخد بطولة دوري الأبطال وياخد بطولة السوبر الأفريقي وياخد ميداليا ويشارك في بطولة زي كاس العالم يعني ما بتبقاش من أولى ويجاء عندك طبعا الدوري المصري والكاس المصري يمكن يعني إلى حد ما أهميتهم بالنسبة لجمهور الأهلي أنا ما عنديه شك أعلى بكتير لكن تبقى في النهاية لقبه بطولة أنت حريص على أنك تفوز به لكن أنا بشوف أنه جمهور نادي الأهلي مش عنيها على بطولة السوبر قوي يقدم عنيها على العرض وعلى النتيجة اللي هيقدمه الفريق قدام نادي الزمالك المباراة دي يعني بتهيالي مهمة جدا 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 لجمهور نادي الأهلي ما فيش شك طبعا أنه أي لقاء ضد الزمالك بيبقى في منتهى الأهمية لكن بعد السيناريو بتاع الموسم الأخير زادت من أهمية مواجهة الزمالك في السوبر أنا يعني ما بحبش طبعا وتعودت دايما أنه مطش الأهلي والزمالك بالذات ما فيهوش قريات ما فيهوش انطبعات ما فيش حد ممكن يقرأ كافة مين أتقل من كافة مين كل مباراة دايما في الأهلي والزمالك تحديدا بيبقى ليها ظروفها وأوقات كتير جدا الفريق اللي تبقى كافته أقل ممكن تلاقيه بيخلص المباراة والعكس الصحيح لكن أنا بشوف الحقيقة أنه الأهلي جاهز للمباراة دي معنويا وبدنيا وفنيا بشكل أكبر بكتير من الزمالك على عكس كل الأراء الناس اللي بتتكلم في الموضوع دا يعني فيه أغلب المحللين والتحليلات اللي خاصة بمباراة الأهلي والزمالك الناس كتيبت كلمة على أن الزمالك أجهز الحقيقة أنا اللي شفته من الزمالك في بداية الموسم دا بيقول إنه الفريق بيعاني بشكل كبير جدا في خطوطه وخصوصا خط الدفاع وخط الوسط خط الوسط مفيش انسجام بشكل كبير جدا خط الدفاع بيعاني من غياب الخبرات عندهم مشاكل كبيرة جدا في التماركز اللي يذاكر مطشين سموحة وسيراميكا يلاقي إنه الزمالك عنده مشاكل كبيرة جدا في خط الدفاع صحيح ديانج يفرق قال في سلامة طبعا على قليل ديانج لا يغيب عن مباراة السوبر كان مقدم وكان وصل لمستوى أكتر من راعي قدر الله ما شاء فعل لكن حتى وإن غاب ديانج عندك أوراق كتيرة جدا وما تنساش مش عارف ليه نسمة الله أكرم برا الحسابات طبعا السلاء موجود وحمدي فتحي موجودين والاتنين ممكن يبقوا خيار أساسي أو خيار أول بالنسبة لماستر مارسيل كولر لكن حقيقة كمان أنت ممكن تفكر جدا أنه أكرم توفيق لأنه ده مركزه الأصل أنا مش عارف ليه الناس نسيت أنه ده مركز أكرم الأساسي الهاف ديفندر وأكرم عنده الجرينتا وعنده الروح وعنده اللياقة اللي تخليه الحقيقة يعود غياب أي لعب الفريق مش بس أليو ديانج فبالتالي أكرم ممكن جدا يكون حل وارد جدا جدا يكون كريم فؤاد محمد هاني في الناحية اليمين لو رجل يعني فكر أنه ما يبدأش بالسلاء وحمدي فتحي وفكر أنه يبقى يعني فيه سيناريو تاني مختلف وارد جدا أنه أكرم يلعبه قدام عندك الحمد للبدال كتير جدا ولأوراق كتير جدا طاهر طبعا ليه الحق أنه يشارك في المباراة وهو جاهز عبدالقادر بيرسيتاو دخل في الحزبة وشوفنا طبعا في ماتش أسوان الأخير شادي شريف أفشة فيعني أنت الحمد لله خطوطك يعني شبه مكتملة ما عندكش غيابات ما عندكش لعيبة يعني برى الحسابات غير طبعا أليو ديانج مع كامل الاعتراف بأنه قوة ضاربة في غطة وسط النادي الأهلي لكن حتى غيابه أعتقد أنه مش هيكون مؤثر زي ما حضراتكم شايفين طبعا ده وصول بعثة النادي الأهلي اللي بترقصها الدكتور محمد شوقي رئيس عضو مجلس صدراء ورئيس البعثة في رحلة الأهلي للإمارات وخليني أقولكم طبعا يمكن سبق وصول البعثة سفر كابتن سيد عبدالحفيز وكابتن سمير عدلي المدير الإداري للإمارات عشان يحضروا ويجهزوا الترتيبات الخاصة بإقامة النادي الأهلي وتدريباته في الإمارات هناك ترجمة نانسي قنقر